أخذ كمان فوجيت كمان بصداقتك عبد الحكيم عبد الناصر في مرحلة بدايات الشباب أيضا طبعا طبعا لغاية النهار ده احنا صحاب جدا لغاية النهار لغاية يومين هنزه طبعا بس زي بدأت الصداقة ابتارت الصداقة هو كان مع ابن خالي في المدرسة في مصر الجليدة وبعدين هو كان غاوي مزيكا فكان عايز يلعب درومز فابن خالي خدمتا لي لأنهم كانوا في فصل واحد قالوا طبعا أنا هعرفك على ابن عمتي هو هيفيدك عرفنا على بعض وفعلا جاب درومز وبتريت مرنه جبت له الناس علشان يمرنوا عليها فكت بروح له البيت بقى كتير قوي وهو بيجي لي البيت كتير قوي وكان ما فيش بنا وبين بعض علاقة واحد من المواطنين الشعب بابن رئيس كامورية بالمرة ولا كانت بتدور في الناس وده كان في الستينات يعني وقت زعامة عبد الناصر القوية عز زعامة عبد الناصر عز زعامة عبد الناصر وشوفت عبد الناصر اه مال قابلته قابلته في اللقاء عمري ما حنساها في حياتي اه احكيولك اه طب حكيه مرة كان نسابني ومعرفش راح يعمل ايه مش فاكر مش فاكر طبعا ده من زمان قوي فانا في كده قوضة اللي انا كنا بنتمرن فيها دي ومنزيكة ومش عرف ايه وبتاع وخرجت في الجنينة وبعدين شفت زهرة بانسيه حلوة اوي شكلها كان جميل جدا فروحت قربت منها وروحت اطيفها فسمعت بقى صوت زي الرعد جاي من ورقة فاولاد اه رحت واقف كده وبتدور لقيت جمال عبد الناصر في وشي في بني وبينه اتنين متر وحقيقة عنه فعلا ان حردك صعب اوي اوي انها كنت تبص في عينه من كترك الكاريزما اللي كان بتشعة من الراجل ده الله يرحمه فقلت له ايوه قال لي ازاي تقطع في وردة من هنا مش حرام عليك قلت له حرام يا فندب بس انا يعني كنت حبيبة اوي و انا اسف لو ان انا قدر ارجعها تاني بس مش هارف ارجعها تاني ايوه هتعمل كده ثاني حاضر طبعا ايه حاضر اديلي بنت رجلية و رحت داخل القوضة بس بعد كده بقى كان حنين جدا و لطيف جدا و جميل جدا معي و بس ده موقف لا يمكن ان ينسى لا يمكن ان ينسى الشخطة دي عمري ما هنسىها في حياتي خالص وانت يا عمرك ما كنت نصيري او ليك في التوجهات السياسية بص عليكم سيد زوائل انا بكره السياسة انا عندي افكار و عندي ثقافة سياسية و عندي اعرف ايه الصح ايه الغلط ايه المزبوط ايه اللي مش مزبوط ايه اللي مفروض يتعامل ايه اللي مش مفروض يتعامل مين كويس مين وحش اه ده الشعب بتاعنا شعب صعب جدا انه يتحكم اه ليه يعني زي ما انا كتبت مرة على الفيسبوك اه يعني مين عجبكم فاروق ما كانش عجبكم ولا عبدالناصر ولا انور السلاة ولا حسين بارك ولا سيسي انا امال ايه يعني امال هنجبلكم مين يعني هنجبلكم مين يحكمكم فاحنا شعب صعب جدا ربنا يكون فعون الرئيس بتاعنا ولكن اننا عندي بقى انا ناصيري انا ساداتي انا مش عارف ايه انا الكلام ده انت بتقول انا بكرة السياسة جدا بكرة يمكن علشان ابوي تقزى اوي بسبب السياسة فا فا من وقت الرئيس الراحل انور السادات يعني ايه مزبوط او ايه لكن كان عندك بجرانة الموضوع ده اختلفوا مع بعضه او كان ابوي عضو مجلس الامة وكان الله يرحمه رئيس السادات كان رئيس مجلس الأمة واحتدوا على بعض وأبويا كان بيينجا صعيدي وما بيعرفش يلم لسانه في الوقت فعوقب بسبب ذلك أول ما برغم الحبيب شريد له عنه السادات طيب هطلع فاصل أخير وحكمل تاني مع الدكتور عزة أبووف